موسيقى أي حد منهم بعد ما يشتغل سنينه وعمره وهو شغال أو لقدر الله تعرض لأي إصابة وحضرتكم على علم بأن نوعية العمالة أو طبيعة عمل العمالة الغير منتظمة هي كثير من الأعمال الشديدة الخطورة في منها اللي بيكهرب في منها اللي قدر الله بيقع في منها اللي قدر الله ممكن يحصل له أي إصابة فين بقى كل ده بعد ما بيشتغل فين أسرته، فين عيلته، فين حياته فين مهنته، فين حرفته كل كلام ده مش موجود وقررنا نفس الكلام أكتر من مرة وكنا فتحنا الموضوع ده أكتر من مرة وأكدنا على أن هي عمالة تقدم المجتمع عمالة لا غنى عنها ولكنها عمالة منسية هي شريحة ليس لها أي حقوق من قبل الدولة المصرية هو ده وقت أن كل واحد حقه ما كانش هو ما موجود أنه هو ياخد حقه لأنه إذا ما دناش الناس حقها من دلوقتي طب هيستنوا علينا إيه أكتر من كده الحقيقة أنه خبر إنشاء مليون وحدة سكنية لفترة القادمة واللي أقرته الدولة كانت زي الانفراجة اللي جات على هذه العمالة العمالة دي شايفة أنه المليون وحدة سكنية دول هيشغلوا النجار والكهربائي والسباك والنقاش وهيشغلوا كل الناس دي اللي قاعدة في بيوتها بقالها كتير أو يمكن أكتر من ثلاث سنين عن العمالة الغير منتظمة حقوقها، مشاكلها، الأفكار اللي عندها النقابات الخاصة بيها كل ما يتعلق بيهم هيكون مشرفنا النهاردة الأستاذ جمال عطية رئيس لجنة جنوب القاهرة للعمالة الغير منتظمة سبع الخير يا أستاذ جمال وأهلا بيك وهيكون معنا كمان الأستاذ أحمد حسن وهو رئيس النقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة سبع الخير يا أستاذ أحمد منورنا قبل ما نبتدي نتكلم عن العمالة الغير منتظمة عايزة أعرف كل واحد شغلته إيه حدرتك شغلتك إيه؟ أنا أصلا سبك صحي سبك صحي وحضرتك شغلتك إيه؟ فني تركيبات معدات فني تركيبات؟ معدات معدات، كهرباء يعني؟ ميكانيكا ميكانيكا، آه جميل خلينا نشرح كده في البداية نعارفة طبعا العمالة الغير منتظمة أكيد زي محضراتكم كلنا عارفين مس خلينا نقول للناس اللي مش عارفة مين هم العمالة الغير منتظمة؟ مين هم الناس اللي احنا بنشوفهم كل يوم ومنقابلهم كل يوم ومن غيرهم بيوتنا مش هتمشي حياتنا مش هتمشي بس في الآخر هم ناس ما عندهمش أي حق من قبل الدولة إيه هي الشغلانات أو إيه هي العمالة الغير منتظمة؟ العمالة الغير منتظمة كل صنايعي مش متوظف في شركة أو مصنع ولي هم عمالة يومية عمالة يومية الصنعة الصنايعية اللي زي الكهربائي اللي زي النقاش اللي زي الكده صح؟ طمام إيه هي المشاكل بالزبط اللي بتواجه العمالة الغير منتظمة؟ وبالنسبة للمشاكل العمالة الغير منتظمة إنه هو يعني الراجل عايش اليوم بيوم رزق اليوم بيوم اشتغل النهاردة معه فلوس وباشتغلش بكرة معهش فلوس كده يعني ما عندهش تأمين صحي ما عندهش معايش الرئاة الصحية كمان مونة عادة بالنسبة له النهاردة تكليف العلاج ما كانش معك فلوس ما انتعليكش فللقصة بالنسبة لهم عاوزين يعني ندخلهم تحت إطار منظومة اللي هما يستفيدوا بيها عشان كده انشاء لنقابات المستقلة النقابات المستقلة دي بنحاول ندخل العمال دول تحت إطار منظومة سليمة إنهم أقدر عمل لهم أوفر لهم تأمين صحي أقدر أوفر لهم معايش أقدر أوفر لهم عمل في شركات نقدر نطور العمالة الغير منتظمة دي نعمل لها تأهيل اللي هي مثلا فيه كوادر إن هي عاوزة تاخد تدريبات إنه أنا أدخلهم في منظومة شركات وندخلهم في منظومة العمل اللي جاي ده يعني عندي بليون واحد ماشي هتأخذها شركات كبيرة عندها موظفينها عندها عندها الكلام ده كله أنا لما أدخل العمالة الغير منتظمة هما بالنسبة لهم هياخدوا الشغل ده بتكليف عليه أنا أقدر بالعمالة الغير منتظمة دي نقدر نجيب تخفيض للكلام ده كله بدلا لم أعمل مليون واحدة بالمبلغ ده هعمل 2 مليون واحدة يعني لما نيجي نحسب المليون واحدة عن 270 مليار الواحدة متكلفة 270 ألف جنيه في حينيNOUNعها هتتبعها بسئة الرمز هي 280 280 ألف جنيه واحدة لو مسكيتها العمالة الغير منتظمة دي وانشأوا من داخلهم الشركات عن طريق النقابات الواحدة دي مش هتكلف 100 ألف جنيه. شاملة الطرق والبتاع والمرافق وكل الكلام ده كله. إحنا كدولة المفروض نساعد النقابات المستقلة دي على أساس أنها هتدخل العمالة دي تحت إطار رسمي. ده اللي احنا بنسع عليه في الفترة اللي جاية دي. وهو ده دور النقابات اللي انتوا بتحاولوا أنكم تعملوها دلوقتي وأنكم بتحاولوا أنكم تثبتوا وجودها ومجهودها. أي أهم حاجة النقابات ممكن تكون بتقوم بيها دلوقتي. أولا أنا عايزة أزيد على الأستاذ أحمد حاجة صغيرة. المفروض أن العمالة الغير منتظمة تتولى مشروع المليون وحدة سكنية. إحنا لا عايزين فلوس إمارات ولا عايزين فلوس الحكومة. إحنا عندنا ريع اللي يقدر ينشئ مليون وحدة سكنية في خمس سنين من فلوس الدولة نفسها. من فلوس الصناعية نفسها. إحنا مش عايزين فلوس من الدولة ولا عايزين فلوس من الدولة. لنا ريع بيت تاخد. يعني ما بتستفدش منه العمالة الغير منتظمة. النهاردة تقنزلي شوفي السبعتاشر مليون. شوفي كم واحد عندهم عاش. شوفي النقابة العامة بتقدم. أنا أمثل للنقابة العامة. النقابة العامة بتقدم لهم إيه؟ تقدم لهم شي حاجة. هم كل تركزهم على الشركات والمصانع. النهاردة لو عملنا المليون وحدة سكنية الشركة الإماراتية أو شركات الجيش هتديها لشركات والشركات هتديها المكاتب والمكاتب. ده نحن فيها. أنا ما كلمت حضرتك فيه واقع. أم. والمقاولين بتدي الصناعية أو الصناعية بجيب صناعية. أي. يعني ده بيأخدها بمية بتوصل للصناعية بعشرة. أي. فإحنا عايزين نختصر ده كله لصالح اللي هيخد الشق. آه. وبعدين النهاردة عشان أعمل مليون وحدة سكنية. أم. وبتكلم على مليون. تم عندك مدينة بدر في كروس 47. الشق هناك فاضية بقالها 25 سنة. أم. فلوس مهضرة في الجبل. أم. طب قبل ما أعمل السكن لازم أعمل له العمل. أم. يعني أوفرده العمل يبقى هو عنده السكن والعمل. أوه الصحة والتعليم أعمل له مستشفى وعمل له. وعمل له مدرسة وعمل له ورشة وعمل له. عشان أما هدل فلوس زي دي. أما هدل فلوس زي دي. أميها في مباني. آآ. الكعاب يتكامل كله لما يكون في منطقة صناعية. آآ. بجوار المنطقة السكنية. آآ. يبقى عند العباية الشغانية. بتكتمل الصورة. عشان إن شاء تسكوا. عشان إن شاء تسكوا. مفهوم. طيب خلينا بس عشان نرتب أفكارنا. خلينا بس عشان نرتب أفكارنا. دلوقتي تكلمنا عن العمالة الغير منتظمة. وبتكلم دلوقتي معهم عن إيه هي الأفكار المطروحة من قبل العمالة الغير منتظمة للاستفادة أكبر قدر ممكن من المليون واحدة سكنية اللي الدولة هتعملها. مظبوط. إيه هي أفكارك. إيه هي الأفكار اللي عندك. قل هي مرتبة. هو تكليف العمالة الغير منتظمة بإنشاء المليون واحدة سكنية ومش عايزين أي استثمارات من. تمام. من أي دولة تانية. تمام. إحنا نقوم بها هنا. ولادي البلد هيقوموا بها هنا. أنا هشغل النهاردة عشان أعمل خمسين ألف واحدة سكنية. مثال. أيوة. بوفر خمسة مليون يومية عمل. العامل المصري مثلا. ونفترض أن هو هيتوظف تابع الشركات. الأول هيتنشئ بنك الحرفيين. أيوة. يساهم في جميع الحرفيين. وإحنا نقوم بالمشروع ده. نعم. بالنسبة لل. وسهل الوصول إليكو. سهل الوصول عن طريق النقابات. تمام. والبنك هينشئ شركات لعملة غير منتظمة. وحول العملة غير منتظمة. من عملة غير منتظمة لعملة منتظمة. لعملة منتظمة. وتبقى إحنا. يعني الجنيه بتاعنا مش هيتطلع بارة. المواطن كانت الشقة هتتكلف 280 ألف جنيه. على حساب هم عردين قالوا 280 مليار في مليون واحدة سكنية. 280 ألف مليون على مليون واحدة سكنية. أيوة. يعني الشقة هتتكلف. وكمان الأرض هدية كدو. لا إحنا بقى أولاد البلد أولى والناس قعدة من الشغل. ننشئ المنظومة دي. ونقوم إحنا بالمليون واحدة سكنية. وفي الخمس سنين. بس هننشئ جنبها منطقة صناعية. غابة صناعية. مصنع كونتر وقبلكات. علشان اللي يسكون يلاقي لهم تلايش. هيلاء لهم تلايش. وهيلاء السكن. وهيلاء كمان المستشفى وهيلاء المدرسة. مفهوم. أستاذ أحمد. أفكارك إيه تاني؟ أنا عارفة أن العمالة الغير منتظمة عندها أفكار عن الاستفادة بأكبر قدر ممكن. مش الاستفادة لكم بس. ولكن كمان أنتم هتفيدوا البلد وهتفيدوا الدولة بأنكم هتوفروا لها الأجور مثلاً. اللي ممكن تكون الشركات الكبيرة هتأخذها. يعني النهاردة لما هنروح نتعقد مع شركة كبيرة أكيد مش هيبقى نفس الأجر لما هنتعقد معاك. اتفضلوا أستاذ أحمد. وبالنسبة للعمالة الغير منتظمة النهاردة عشان أكلفها بشغل أكتر من طائطها هو بالنسبة لنا عاوزين نحقق أحلامه. حلمه في صحة كويسة في مستشفيات يلاقيها. هروح مستشفى ألاقي العلاج بتاعي. لازم مستشفى كده العمالة الغير منتظمة. الناس دي تحس أن لها دخل لها معاش. الناس دي هتديك أول مطبق المنظومة دي. والناس دي تحس أن هي فيه اهتمام ورعاية من الدولة أو من النقابات بتاعتها. الناس دي هتدي بلا حدود. حقيقي. يعني اديهم الإطار للمنظومة دي. والناس دي هتدي. حتى دخلهم لينا دخل يعني يغطيهم وزيادة. لينا دخل في الدولة يغطي المنظومة دي وزيادة. إننا أقدر أعمل معاش اللي هو الناس المصابين في العمل. وأنت إصاباتك كمان كتير جدا يعني أعلى قدر إصابات. وأقدر أشجع 17 مليون حرفي اللي موجودين في مصر أقدر أدخلهم تحت المنظومة دي. مفيش حد يخرج بره. ده يتمنى إنه يخش النقابة عندي. ويبقى ليه شتراك وليه كرني. وليه أنه يخش بيه المستشفى وليه الرعاية ليه والأولاد وأسرته. البناء عدم ده هينتج. هيديني بدل ما بيشتغل ثمان ساعات هشتغل 16 ساعة. بدل ما يهمل في شغله هيتطل في شغله. في نقطة أستاذ أحمد يعني إحنا ممكن نشتغل طباحا. القانون اللي عمل الدولي. 40 ساعة في الأسبوع. خمس أيام شغله ويومين أجازة. وخمستاشر يوم مصيف. هعمله السنة 250. مثل موظف. ووظفه. ووظفه فعلا. ووظفه فعلا تبع الدولي تبع الشركات بمهنته. بس الدولة تسندلنا إحنا الشغل. ما تجريش على الإمارات وتجري على هنا وإحنا أردنا وإحنا عندنا الصناعية. إحنا بنبعث صناعية في الإمارات. حقيقي. وبعدين إحنا عندنا الدولة الخمسة وستة من عشر تدوها للترامل الاجتماعي. وخلوا كل المعاشات تتحول للنقابات اللي هي بتاعت الصناعية. عشان دي بقت بصراحة بقت تخنوا. يعني حتى التخطيط بقى على قديم وقاوي. إن أنا أنشئ مدينة ومنشئش جنبها مدينة صناعية. يعني حتى الناس تجي تشتغل. يعني تسكن وتشتغل. بابني مبنى مهدرش فلوسه في الجبل وخلاص. بالزبط. خشت حديثك المدين الجديد هتلاقي شوقة فاضية كتير. كلها فاضية. كلها فاضية. كلها فاضية. تقوم بعمل حاجة بيجروا عليه. في شركة بيجروا عليها. أيو. طب العمالة غير منتظمة دي. السبعتاشر مليون دول هتروح فيها. آه. دي قنبل مرقوطة. دي قنبل مرقوطة العمالة غير منتظمة. ما بتبقاش يعني ما بتبقاش مستجلة في النقابة. يعني بتبقى شغالوا بتقطوا بدون مهنة أو حصل على دبلوب. أيو. النهاردة العمالة غير منتظمة مش حرفيين بس. أي. لأننا عايز مهندسين عمالة غير منتظمة. وعايز محامين عمالة غير منتظمة. وعايز محاسبين عمالة غير منتظمة. وعايز مؤهلات متوسطة عمالة غير منتظمة. بص النهاردة محامي مش شغال في شركة أو مش شغال في. ده عمالة غير منتظمة. تعال معايا واحد شغال بعقده مؤقت. عني كان في التلفزيون عمالة غير منتظمة. كتير. كل مكان فيه لإعمالة غير منتظمة طب ليه أنا ما خليهاش منتظمة وإحنا مش محتاجين من الدولة حاجة ومش محتاجين جاري الأرض اللي انتوا هتدوها للشركة الإماراتية أما ريحة بتاعنا الدهولنا طب اروحي للنقابة العامة وقللهم الفلوس بتاعت الإعمالة الغير منتظمة بتروح فيها وتحدى واحد يتكل فلوسنا بتروح فيها هل عندكوا حصر معين أستاذ أحمد للعمالة أو لعدد العمالة الغير منتظمة العمالة الغير منتظمة في مصر حوالي 17 مليون بني آدم 17 مليون حيرة فيه بجميع الطواف كلها فالعدد ده يعني لو استثمرناه في المرحلة الجديدة دي هنعمل حاجة كتير جدا يعني 17 مليون بس هنقدر هم نفسهم باشتراقاتهم بشغلهم يقدروا بشيء الخمسة وستة من عشرة اللي هي ده دخل حوالي 250 مليون جنيه في السنة ده من رئي المشاريع اللي بتسندها الدولة للشركات هنا فيه خمسة وستة من عشرة تأمينية اجتماعية للعمال الغير منتظمة ماشي ده بيدي عائد حوالي 250 مليون جنيه في السنة 250 مليون جنيه لو تقسموا على عدد المحافظات هقدر أعمل هنا مستشفى هقدر أعمل هنا مدرسة هقدر أعمل هنا مصنع وشغل الناس اللي قاعدة في ملوسة نحن نتكلم على فلوس البطاية يجب فلوس تانية اللي هي الخمسة وستة من عشرة نشغل منظمة أنا بطالب اللي هي تتغفصل النقابة بتاعت العمالة الغير منتظمة ونفصلها عن النقابة العامة وتسند المشاييع بتاعت المساكن والمصانع والمتالي للعمالة الغير منتظمة شغلوا الناس وإحنا بنقول تاني مش عايزين فلوس من الدولة ومش عايزين فلوس من برد إنتوا عايزين الأرض أنا أعمل بانك للحرفيين وأعمل في مليون ساهم والساهم بألف جنيه هلملك مليار جنيه جميل من الصناعية كل واحدة يدفع ألف جنيه ده بقي عشان يبقى بانكه وشركاته ومصانعه جميل أنا طبعا يعني أكيد أنا وكل الناس وكل المصريين بندهم صوتنا لصوتكم والعمالة الغير منتظمة زي ما كنا بقول يا جماعي أعمالة لازم تاخد حقها للناس دي حقيقي حقوقها منسية وقم بلا موقوطة زي ما كنت بقول لحضراتكم الأستاذ جمال عطية رئيس لجنة جنوب القاهرة لعمالة غير منتظمة بشكرك على وجودك معنا النهاردة الأستاذ أحمد حسن عطية رئيس النقابة المستقلة للعمالة الغير منتظمة أيضا بشكرك على وجودك معنا كان الله في عونكو وإن شاء الله بإذن الله نلاقي حاجة أحسن والحياء أخذ من كلام الأستاذ جمال وأقول إنه ابن البلد أولى من أي حد تاني إذا عندنا أرض وإذا عندنا شغل وإذا عندنا لقم تعيش فإبن البلد دي أولى بيها لأنه هيروح فين وهو مروش حتة تانية يروحها بعد الفصل نستكمل فقراتنا لكم